وإلى جانب آخر يمس شريحة واسعة من المواطنين فأن تذبذب سعر الصرف وارتفاعه مؤخرا ليس سبب الأوحد في سعود أسعار العقارات إلى قرابة الضعف بل يؤكد مختصون أن الجهات المتنفذة بدأت استثمار موالها في سوق العقار الأمر الذي دفع إلى الإضرار بشريحة واسعة من العراقيين دون طبقة الأثرياء التفاصيل مع مرسلتنا أسيل نوري المراقب لأسعار العقارات في عموم البلاد ينتبه شعور بأن البلد يعيش برخاء اقتصادي حيث لم تتأثر أسعارها بالمشكلة الاقتصادية التي تعانيها البلاد والتي تتمثل بانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار ومخلفته أزمة كورونا من مشاكل مالية بل لا زالت أسعارها بتزايد مستمر يصل إلى أكثر من ضعف السعر السابق مما يعطي مؤشر واضح على أن ظاهر التفاقم الأسعار هي أبعد ما تكون ظاهرة اقتصادية فحسب بل استقطاب المال العام لصالح جهات متنفذة فاسدة اتجهت إلى الاستثمار بسوق العقار بدلا من المخاطرة باستثمارات مصرفية كان وراء هذا الارتفاع الجهنبي يضاف لذلك غياب خطط الإسكان في البلاد وتعطيل توزيع الأراضي السكانية لمستحقيها فاقم من أسعار العقار بالنسبة للارتفاع الأسعار القطع الأراضي داخل المحافظة هي السبب البلدية بدأ توزع لو توزع كل فترة وجبة تطلع لنا للشهداء والجرحة والموظفين كان ما صار الارتفاع أسعار يعني هسا عندنا كثافة سكانية هواي وماكو توزيع اليوم صار سنتين ثلاثة ماكو توزيع أقل قطعة مركز المدينة مئة متر بـ 20-22 مليون يعني هنا عدنا بالديوم أقل قطعة بـ 22 مليون ما لا خدمات ولا يعني المال خدمات يعني بها خدمات بـ 25 أقل قطعة بـ 25 لو وزعوا البلدية تنزل بس ماكو قطعة يعني هذا سبب ارتفاع القطع الأراضي في تكريد قلت توزيع الأراضي والمجمعات القطعة يستثماريين طوال المجمعات يبيعون بسعر غالي وهم ينقام التغلى يامنا قبل فترة وزعوا بالدور احنا نتمنى يوزعون بتكريد حتى تنزل العقارات اللي يامنا بتكريد حتى الفقير يقدر يشتري وتحلل أزمة السكن اليوم احنا أهالي تكريد نطالب من البلدية تكريد انه يوزعون قطع أراضي للناس اللي محتاجة نفس ما صار بالدور قبل فترة حتى يفك أزمة شبيرة ويخفض أسعار القطع الأراضي لأن بالديوم خاصة والقادسية قاعد تغلى الأسعار يعني كلها قاعد بخمسين وستين وأكثر من نهيج ومواصلات وماكوا لا تبليط يعني ماكوا أي خدمات بالديوم وبقية تنحى تكريد وذا توزعت قطع الأراضي بتكريد راح تفك الأزمة والسكن بشكل حل شبير أزمة السكن وما تطرحه من مشاكل اقتصادية واجتماعية خلق ضرورة بجعل حلولها من الأولويات قناة صلاح الدين الفضائية أسين نوري تكريد 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 تكريد